هل أريد أن ترجع لها؟ أنا لم أذهب لكي أرجع لها أنا ليس مهمة إيه من علاقة بينها إيه فرقة إيه المهمة أننا في حياة بعض المهمة أن أنا حب لها أعرف الخوف الذي كتبت عنه هنا إيه؟ أه أن أنت خايف قوي أن حد حبيته يبقى مش موجود برافو عليكي وهي عندها مخاوف تانية كبيرة قوي يعني أنا عن نفسي مش هتكلم عن مخاوف حد مش موجود ومش حد قريب مني أنت تقدر تتكلم هذا مسموح لك أنا لأ ولكن هي عندها مخاوف كبيرة وأنت عندك خوفك الأعظم خوفك الأكبر هو الانفصال لذلك أنا أقول لك دلوقتي المهمة يبقى اسمي العلاقة إيه؟ بالضبط المهمة تبقى موجودة شيرين طلبت من جمهورها أنه قالت يعني يا بول على وجهك أقول لك الأشياء بقى أقول لك الأشياء بقى بصي بقى دي أنا أتهم مع عمري قديب هل أنت عارفة شيرين تهزر كيف معي؟ لا شيرين تحب أن تهزر تقول مقرات من القفلة لا تعرف يا بول على وجه دي؟ أما هو دائف فيه بتعادل إماما بتعادل إماما بذبت يقول يا بول على وجهه هي تهزر تهزر في وقت ما ينفعش فيه الهزار بس هي المكالمة دي ما كانتش المدخلة دي ما كانتش هزار دي كان غضب وشكوى لا هي بقى شيرين ممكن تقفى وسط الخناعة وتتنكد فهي حاسة أنها عادة وسط أهلها وسط صحابها فهي نكتت وسط الخناعة أنا الوحيد اللي عارف كده هو فيه حد ممكن يحب حد للدرجة دي؟ أه أنا بحبك للدرجة دي؟ أي إنه يقبل منه كل لا مش يقبل منه من أك أنا بقبل منها بعطبها وبتخانق معها وبقفش عليها مسبني وبينها بس في الآخر ما بقدرش على زعارها عمرك ما مديت إيدك على شيرين؟ يعني إيه مديت إيدك؟ بربت ضرب ضرب يعني؟ مديت إيدك بأي شكل فيه عنف؟ أقول لك زي إيه مثلا؟ لما تلاقي مثلا شخص بيزعه منهور مش هتبسكيه لأ ما تعملتش حاجة نفسك وأنا مثلا من بعد موضوع ده أنا بقي بخاف بتخاف يتكرر فـ لا مش هسيبك إبدا عني؟ لا مش هسيبك فبيبقى فيه مقاومة فإيه اللي بيحصل بنوصل لفين؟ بقعد شواري بحظ بزهد ده وخلص أو كبيرة تقول لي طب خلاص امشي من قدامي دولد أنا مثلا واحد من الناس لو بزع منها بحباش تمشي ممكن أقول لها طب خلاص مش هتشوفيني تاني مش عارف إيه بس لو مفتاشتني أو ماشي توسمات كريمي أنا هتقهر لكن هي واحدة من الناس كلا بتقول لجواها بجد فأنا كنت بفتكرها إنما تقول لي كده هي بتقول لي كده كانوا من الدرع بقى طب خلاص امشي ما تقفش قدامي فكنت بعمل العكس وده مش زكاء خالص كنت ماسك فيها قوي قوي بالزيادة قوي يعني ابني متعلق بأمه مش راجل ومراجل يا قلت ده قلت إنها في العلاقة دي كانت أمي ده حقيق ده حقيق فيه لحظة عيادت فيها بحرقة بينك وبنفسك بسبب السراع ده كتير كتير أنا دلتي أصلا بقيت يعني زيان كنت ودي حاجة من الحاجات شكلة بقول لك أنا أكشفت يعني إيه سميات الكرامة ولا مش عارف إيه يعني ممكن نعملها مع الغرب بصراع بلاش نسميها كرامة طبعا نسميها أعزة نفسها أو احترام للذات لأن الأذى يجب أن يأتي بنيا هل هي يعني إيه إنما الأعمال وبنياته يكون نمر إما نوعا هل هي أصد الإساءة لو أنا متأكد إن الشخص ده خططت لي الأذية غصب عني مش عارف أسامحه ولا أحبه من النية مباية عارفة قلت القتلة مع صبق السوار والتلصد قلت القتل الخطأ الخطأ أنا تعصبت في إكترانية فقد ضربتك بحاجة فحصد بها لكن أنا واحد مرتب ومخطط وهطلع وهشوف وإذن يمسك شعرية دليل ده مينفعش يختفر ده بيأخد أعدام على طول بكيت على إيه بحرقة؟ على انفصال بسبب الصراع ده على انفصال الأول ولا ده؟ الحب ده شيء راقي جداً وعظيم إزاي ستة إن حد بيحبني ممكن يؤذيني نفسياً ويؤذي سمعتي بالمنظر ده؟ يعني أحب حد أكتر من نفسي؟ حقيقي؟ أنا لأنني بستمتع جداً بإني ودي مشكلة عندي ممكن تكون مشكلة مرضية بس أنا أحسس إنه إيه اللي بيسموه يعني أنا الحب الغير مشروط أنا بحب بحب أحب اللي قدامي وبستمتع وأنا بعمل له حاجة تبسطه وأنا بسمحه وأنا بخفر له وأنا برضيه حتى لو أحساب نفسي لأنني في الأكل أنا ونفسي أعيدين مع بعض وش هنكر وأقولك لأنني أكيد عد عليها وقت قلت ليه؟ وليه ده يحسر فيه؟ أول حاجة لدي متعبة جداً بس ده اختيار لما أنا أختار أكون مع إنسان لا ده مش اختيار أنا مقتلتش حبه نا مقتلتش حبه أقولك أنا حاجة ولو سألتيني دوقتي الاختار داني أقولك أيوة لأني استمتعت بالحب ده تعيدتني أه أحيد ويحسر أه يحسر طب حسام الحب اللي يغفر هذا الكم من الإهانة هي مش إهانة أنا أخبر يغفر الخيانة؟ نفس الحب يغفر الخيانة؟ أقولك أيوة أه الخيانة اللي هي يعني الخيانة مواصلة أشكال كتير أشكال كتير الخيانة أخيانة يعني رجل وسط مقربة تانية؟ طبعا ممكن أخفرها لكنني أراجع ممكن أخفرها لأن الحقيقة والواقع تقول أننا كلنا عملنا حاجات لا أحد يعرفها جلنا وربنا وربنا استرها علينا فكرة الخيانة توجع جدا توجع جدا بس حق لو سألتني أنا أتباح لقد قدامي عشان خاني لا هو بشر في الآخر لاحظت ضعف لاحظت عدم وعين ده أي حد ولا شيرين لا أي حد لما بترجعوا البعض وبتتصلحوا وبتبقوا مع بعض من خنقة تانية قبل ما تتخنقوا تانية قبل الخنقة اللي بعدها على طول بتشوف إيه فعنين اللي حواليها لما بيشوفوكوا مع بعض لما بتسافروا لما بتروفوا لما بتسيقوا بشوف ناس متضايقة كتير جدا طب بتشوف بتشوف ناس متضايقة منك وناس شيلة منك وناس كار هيك بشوف بتستقبل الشعور ده ازاي أكني مش شايفه ما شيلكش منها لا 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 بيشيني من اللي حسوا مش منها هي عارفة ليه؟ ما بتعذرش اللي حسوا؟ لا رجعتوا او فضلتوا مع بعض بس اكتشفتوا ان انتوا وعلاقتكو حلاها انكو متبقوش مع بعض مش منبقاش مع بعض احنا نعتبر مع بعض بس عنا غير شكل العلاقة يعني الزواج انتهى لكن الحب ما انتهيش لا الحب ما انتهيش طبعا والقرب ما انتهيش طبعا القرب مش هزم يكونش فيك كل يوم طب هي مش هتزعل انك تلعت وقلتها حاجات عكس اللي هي قالتها هي بقى للاسف هي الوحيدة اللي فهمته